يومك مبارك عزيز المشاهد وأهلا وسهلا بك في حلقة جديدة برنامجنا التي نتحدث فيها على الطف وما دار حول الطف وما كان في الطف نحن في هذا البرنامج نأخذ سنايا معينة من الطف لأنه في كل برنامج نأخذ بعضا من هذه السنايا تحدثنا في الحلقة السابقة عن وجود النساء في معركة الطف وقلنا بأن كان عددا كبيرا جدا من النساء لم تطرق لهنا الكثير من ضمنهن بنات الإمام علي وبنات الإمام الحسن وبنات الإمام الحسين وزوجات أبنائهم وعدد كبير جدا كما قلنا 42 امرأة من أهل البيت وعشرا من الجواري وحوالي عشرا من الأطفال 72 تقريبا أو 62 من شاركوا في الطف واستجد حوالي ثلاثة من النساء في الطف واستجد أربعة من الأطفال في الطف وليس عبدالله رضيه وتحدثنا عن هؤلاء الأربعة من الأطفال لكن قد يقول قائل لم تذكر في الطف إلا بطلة كربلاء زينب الحوراء أو الحوراء زينب بينما كانت خمسة من بنات الإمام علي خديجة ومكثوم ورقية وفاطمة وزينب لماذا وأيضا أخت الإمام علي عليه السلام كانت أمهان رضا الله عليها لماذا لا يذكر التاريخ كثيرا دور أخوات زينب عليه السلام أولا هناك أسباب كثيرة أولا البنات الإمام علي كنا البعض منهن كبيرات في السن لا يبدأ بأخت الإمام علي اللي هي أخت خالة عمة الحوراء زينب وعمة الإمام الحسين أمهاني كانت كبيرة في السن ورغم أنها كانت طاعنة في السن ولكنها مع ذلك جاءت مع أبا عبد الله الحسين عليه السن قد يقال وقال وما هو دليل أنها كانت طاعنة في السن أمهاني عندما دخل الرسول الكريم عليه أفضل صلى الله عليه السلام مكة في السنة العاشرة للهجرة قال كلمته المعروفة التي لغاها التاريخ من دخل بيت أمهاني فهو آمن بعد ذلك قال ومن دخل بيت أبي سفيان فهو آمن وهذه قضية أراد أن يكسر بها حتى تغمض السيوف لأنه لا يخشى السيوف ولكن لا يرد أن يقتل في فتح مكة لا يرد أن يري قدما وذلك قال من دخل بيت أبو سفيان فهو آمن حتى يعطي لأبو سفيان جاء حتى ذول اللي خايفين يدخلون بيت أبو سفيان وتنتي خاطر ما يقاتلون حتى لا يقتلهم لأن جاءين عشرة ألاف مقاتلين من ذول 15 واحد مخمط يواجهون عشرة ألاف مقاتلين ذلك ولكن هي المقولة التي لا يتحدث عنها التاريخ كثيرا هي ما قلت من دخل بيتها أم هاني فهو آمن من هي أم هاني؟ أم هاني زوجة أخت الإمام علي بتعمل رسول وهي بنت فاطمة وبنت أسد وتعتبر هي أخت الرسول يعني لأنه عاشت عندما كان طفلا صغيرا في كنف جده في كنف عمه كانت أم هاني أيضا صغيرة وحتى كانت قريبا من عمر الرسول وكانت متزوجة وكان لديها أبناء أم هاني يعني عشرة هجرية من دخل بيت أم هاني فهو آمن هذه عشرة هجرية يعني لا يقل عمرها عن كم؟ عن 30 و 35 سرات الآن نحن نتحدث عن 61 هجرية يعني بعد 50 سنة يعني عمرها لا يقل عن 80 سنة لا يقل أبدا عن 80 سنة فإمرأة في الثمانين لم تكن تقوى على أن تفعل شيئا لهذا دور الحوراء زينب كان دورا متميزا فاق كل النساء هذا لا يعني أنهن لم يقبنا بدورا عظيم ولكن حوراء زينب تحملت المسؤولية ذلك تلاحظون حتى بالبقتل وقال يا خيبات يعني وكأنما الحسين ما عنده غير بس زينب أتواب كلا تلاحظون حتى بالحوارات دولة يطلعون بالمنابر قال لي يا أختي يا أخوي عنده خمس أخوات كثيرات موجودة في التفكرة معهم يعني بنات الإمام علي خديجة بنت الإمام علي فاطوة بنت الإمام علي وم كثوم ورقية وزينب تلاحظون بس إحنا محبي البيت نحن صرنا وراء المصادر التي تريد إلغاء الطيف خمسة من أخوات الإمام علي موجودة وقال هالزينب يا أخوي زينب ذولة شاني الخمسة يعني أيضا نحن نساقين نساقين وراء المصادر المظللة يعني فقط زينب هي المرتبطة بالحسين عليه السلام وخوات الأخريات أيضا بنفس العشق بنفس المحبة بنفس التساق ولكن زينب كان الهدور هي بطلة كربلاء ولولا زينب عليه السلام لما كانت لكربلاء هذه هذه العظمة في الانتشار الذي أوصل رسالة الحسين هو الدم الحسين وما قامت به الحوراء زينب نعم ولكن هذا لا يعني عدم وجود نساء أخرى يعني لا أخوات كانت هناك أربعة غير زينب من أخوات الإمام الحسين وكنا أيضا معه وجاء معه مع أبنائهم واستشهدوا أيضا أبنائهم مثل ما استشهدوا أبناء وجون الذكرون يقول لك زينب ماتوا أبنائها وكل أخواتها ماتوا أبنائها أبنائهم من الحسين نفس الشيء كما قتل لزينب عليه السلام قتل لأخواتها أيضا من أجل حسين هذه نحن نلغيها راح ما قضية الإمام الحسين طب وراح الأخت زينب وقالها وراح وكأنما الموضوع الموجودة فقط لا يا أخوات لا لا الإمام الحسين كانت خواته خمسة موجودات يعني كان يمر عليهم وكان يريد يرعاهم ولذلك الإمام الحسين عليه السلام ماذا قال سيحرقون الخيام ولكن لا أحد تشق جيبا أو تلطم أو تفعل تلطم مجهة أبدا الحشمة وذلك أهل البيت الأطهار بقوا في كامل حشمته وذلك الحوراء زينب وأيضا أخواتها عندما أمر ابن سعد بأن أحرقوا الخيام على من فيها احرقوا الظالمين هذا ما يقوله ابن المخلف قال عمرو بن سعد احرقوا الظالمين في الخيام أحرقوا أحرقوا بيوت الظالمين آل البيت ظالمين أمر ابن سعد يقول بأوابر من زياد بأوابر من يزيد طبعا ولذلك كان الأطفال والنساء يحتمين بالحوراء زي نبو أيضا بأخواتها لذلك كانت الحوراء زي نبو عندما يحترق خيمة تأتي وتخرج النساء والأطفال وتحولهم إلى مكان آخر وعندما يحرقوا أيضا تأخذهم هذا وكانت بيتها عمود وكانت قتلوهم الإمام السجاد عليه السلام يقول كلمة يقول سأله أحد الناس ما هو أصعب شيء رأيته في الطف قال والله أصعب شيء رأيته عندما أحرق الخيام والأطفال والنساء يتصارخون ولا يعرفون أين يلوذون من النار وينتقلون من مخبأ إلى مخبأ نصا هذا أصعب ما رأيته منظر يجون حرقون الخيام والأطفال تصارخون وتعرفون تروح والنساء ينتقلون من مخبأ إلى مخبأ الإمام السجاد عليه السلام يقول هذا كان أعظم شيء رأيته في الطف يعني شقد بشع لشوف أخوته يقتلون أمامه ومقتل الإمام الحسين لكن هذا المنظر يقول هذا أكثر شيء تأثرت به أن أرى الأطفال تنتقل من مخبأ إلى مخبأ من النار ومن سيوفهم وللحوراء زينب لولا الحوراء زينب لكانوا قاموا بجريمة شنعاء أرادوا قتلوا أقتلوا الأظالمين واحرقوا بيوت الظالمين بعد يصرخ ابن سعد بأعلى صوته احرقوا بيوت الظالمين واقتلوهم نعلة الله عليك لكن الحوراء زينب لذلك جاءوا إلى السجاد السجاد جاءوا الشفر أراد أن يقتله طبعا ولكن زينب عليه السلام وقفت أمامه وتحملوا قالت والله أخذتها تحمش في وجهه وهو يضرب العمود الخيمة المحترقة طبعا وهو يروم قتل السجاد وهي وقفت أمامه وأراد قتلها لكن كان إلى جنبه اللعين شبث بن ربعي قال لا تلحى يا شمر أتقتل امرأة قالها يا بت الظالم أخت الفاسق فنحاوى لهو جاي لأن يقتل الحوراء زينب ولولا الحوراء زينب لكان قد أجهز على السجاد ولكن هي إرادة الله إرادة الله وضع كل قوته وعظمته في نفس الحوراء زينب التي قاومت شف يعني أنا أتصور لو يسألوني من هي أعظم امرأة في التاريخ من هي أشجع امرأة في التاريخ أنا أقول الحوراء زينب امرأة يقتل أهلها أخوتها وأبناءها قدامها ومع ذلك أدها القوة وتلزم عمود وتقاتل القاتلين وتحمل أطفال والنساء أي أمرأة هذه مخلوقة من ماذا أن لم تكن مخلوقة بنور النبوة بنطفة علي ونطفة الزهراء عليهم السلام وبالتالي هذه المرأة تبوتقت فيها النبوة والشرف كما تبوتقت في الحسين عليه السلام وذلك كان دورا عظيما للحوراء زينب ليس فقط دورها في حماية الأطفال وحماية السجاد عليه السلام ولكن الدور الأعظم يعني لولا الحوراء زينب لكنها قد حدثت جرائم كثيرة بحق السبايا في الطريق ولكن زينب بحنكتها وحصافتها استطعت أن تحمي النسوة والأطفال حتى عندما وصلوا إلى قصر العين يزيد كاد أن يجهز عليهم يزيد ولكن بقوتها وشجاعتها امرأة يموت أهلها وتمشي آلاف الكيلومترات على قدميها وتصل إلى الطاغية التي قتل أهلها وتقف أمامه وتقول له افعل ما تشاكد كيدك والله أنني لا أستظل شأنك وأستظم تقريعك يعني حتى أنه أهينك أنت أظأل من أهينك إنسان مجرم قتل أهلها ولم يبقي شيء وتقول له والله أنا أستظل تقريعك أنت بد واحد أظأل من أن أهينك أو أردك بكلمة أي أمرأة هذه ولذلك كان لحورائي زينب دور عظيم جداً ولذلك أقول بأن أيضاً هناك أدوار لبنات الإمام عليه عليه السلام لكن لا نظهر بأن الذي كان بالطف فقط زينب هي أخذ الحسين لا كان أربع من أخوات إدمان الحسين معه وهنا كان معه يشاركنا معه ولكن حتى نثبت بأنه إحنا ما أخذنا من الطف إلا شيء بسيط إذن في الطف أشياء عظيمة لم نرجها بعد واللهم أعطينا القوة وأعطينا العمر لكي نخرج من دروس الطف دروساً نهتدي بها وبذلك أقول لكم شكراً جزيلاً وإلى اللقاء معركة تحيئتي ترجمة نانسي قنقر